يا إخوان، يا ناس، يا عالم، هسه غير الناس اللي، يعني المقاولين الحقيقيين غير كون يخافون من الله، غير كون، لا يعني هسه إحنا أكثر بلد بالوطن العربي عندنا مقاولين، ها وهذولا متدينين و 24 ساعة القضية الفلل والقضية اللبنانية والقضية السورية والقضية اليمنية والقضية الليبية 24 ساعة سبحان الله الله منزلهم جنود على الأرض زين خلي نشوف أنا وياكم شن قصة الخطوط الجوية العراقية اسمع حسين ما عدنا وسيلة، حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي شفتها تجيلة، والذنوب هواي شفتها تجيلة، بس عوف عوفي لبام الحسين رحمه له لك أوقف، أوقف، شغلة بدون صوت، ليش أنا جايب لك هذي، هذي العامري والشلة موتة، ليش جايب لك إياهم، شنو علاقتهم بالخطوط الجوية العراقية؟ اسمع مني وركزين، هاي المسيرة دا شوفها، هاي المسيرة، وغير حسين ما عدنا وسيلة، اثنين مليار دولار، مباقت، لا تقلي سرقة القن، ولا تقلي نور زهر، ولا تقلي مدري منه، اثنين مليار بس بهاي المشية، شلون؟ أنا رح أقول لك شلون، نطيل الفيديو اللي وراه، أنا رح أقول لك شلون، تعرفون منه هذا؟ شوف، تذكرون قضية الخطوط الجوية العراقية شغلة بدون صوت، قضية الخطوط الجوية العراقية اللي بسببها حكمة محكمة دولية بإلزام العراق بدفع الاثنين مليار دولار تعويض، إيش وقت تمشي؟ اثنين مليار تعويض لشركة سياحة كبيرة في مصر، اسمها شركة هورس اللي صاحبها يعرفوا العراقيين بزمن الحصار، كان يجيب لهم، هو رجل أعمال مصري، اسمه عماد السعيدة جلده، كان يجيب أيام الحصار فنانين ومواد غذائية ورياضيين ورجال دين يريدون يكسرون الحصار وهذا ده شوفو قدامك، منو هذا علي؟ أقاف، ركزوا إياه، كانوا يجيبون فنانين ويجيبون تفاصيل ورياضيين وعلماء دين، وهوايا وأطباء ومدشن وفنانين على مود يكسرون الحصار، وحتى أذكركم شوية بشكل سريع بالموضوع، مثل ما روائنا بالمستندات، وعندي الدلائل والأدلة، شاهد عيان، واللي دزلنا الأوراق تقول الأوراق الرسمية، اسمع يا شعب، تقول الأوراق الرسمية أنه هذا رجل الأعمال السياسي المصري، اتعاقد باسم شركة هورس للسياحة والسفر عام 2001، وهي العراق، شركته هي وكيل الخطوط الجوية العراقية بمصر، وتم توثيق العقود عند الجهات المختصة محلياً وأقليمياً ودولياً، وبعدها استلمت الشركة المصرية مكتب الخطوط الجوية العراقية بالقاهرة، وتم الموضوع بتجهيز كامل، تمام؟ وماكو أي مشاكل، ولا صارت أي مشكلة، لاوية النظام الدولي ولاوية العراق، بالإضافة لمتطلبات الثانية، وكل الأمور جاهزة، المهم الشركة ملتزمة بكل البروتوكولات مع الشركات السياحة العالمية، وكانت تجيب أفواج من أوروبا وأمريكا للسياحة بالعراق، وبعد أن فك الحصار عن العراق عام 2005، تمام؟ لأن كانت أكو بعض متطلبات، يجوي الجماعة، اللي قولك هذا الجلدة موجود، وده يشتغل الخطوط الجوية العراقية، سووا الهتلية، أقصد اللي يجوي بالألفين وخمسة، تمام؟ اللي استلموا الحكومات، السووا بالعراق الجديد اللي يقسموه، تمام؟ سووا مناطق، المهم، سووا وقال لك لا، إحنا هنانا لازم أكو غنائم من ورح هذولة، السووا، راحوا، أخذوا التصرف مالها كله، تمام؟ وقلوا كل شيء، قالوا لي، يلا، لمشوالاتك، وأطلع، تمام؟ المهم، راحوا، بدون ما يرجعون للحول الالتفاق، وبدون ما يشو، أنهوا العقد والتعاقد مع هاي الشركة المصرية، من جانب واحد، يعني بس من جانب الوزارة النقل العراقية، وبدون ما يسوون أي مقدمات، ولا يحشونوا يهم، ولا يقولوا يلا، يلا بره، طردوهم، هذا منهم؟ وزارة النقل، جماعة منه؟ جماعة حجي هادي، تمام؟ اثنين مليار دولار، خليك تعرف الرقم، تمام؟ المهم، الجماعة الجوية، عليهم، يابا، شن الموضوع؟ ما كرد، ما يردون عليهم، يا معودين، ليش وقفت الاتفاق، شنو صار؟ ما كرد، الجماعة، شركة هورس، راحت وين؟ للمحاكم الدولية، حكم بإدانة، وجابة حكم بإدانة الخطوط الجوية العراقية، وإلزام العراق بدفع تعويضات، تقدر حالياً بحوالي اثنين مليون دولار، اثنين مليار، اثنين مليار دولار، زين، شنو الجديد بالموضوع، ما احنا يا ما شاء الله، الجديد بالموضوع، بدل ما، تروح وزارة النقل، والحكومة العراقية، تتفاوض، هي الشركة، اللي حكمت باثنين مليار دولار، أنوا ترتبوا إياها، ويقولهم، يابا مثلاً تعالوا نطيكم شغل، تعالوا حتى نسدد لكم الديون على شكل دفعات، ممكن يتفاوضون وياهم، يقولوا لهم مثلاً، نطيكم أي شيء، رتبونا الموضوع، لا، الحكومة العراقية دزت، وفد ولجنة قبل فترة، من ضمنهم واحد، كلش قريب من الجماعة، الفوق، تمام؟ هاي اللي جنة راحة تسوت، قالتوا لهم، طلعوا شركة هورس، من الموضوع، وخلوني آنوا ياكم حكومة بحكومة، تمام؟ ونسوي، هذول منهم ما اللي يحجون، رجع لي هادي، منهم ما اللي يحجون، جماعة وزارة النقل، جماعة حجي هادي، فتسووا، قالوا لهم، تعالوا، ها وهذه الزيارة، والاتفاق بين الحكومة العراقية، وبين الحكومة المصرية، سري للغاية، اش قالوا لهم، وان عندي الوثائق، اش قالوا لهم، قالوا لهم، خلي نلغي هورس، من الموضوع، ونروح وين، نروح، نتفق، أنا وياكم، ننطيكم، أربعة مليار دولار، ليش؟ ليش مو أنتوا أصلا، شركة هورس، حكمتكم اثنين مليار، ليش تطلون أربعة مليار، ما شنو، على موض الجماعة، اللي دزتهم الحكومة، يأخذون حصصهم، تمام، والحكومة العراقية، تنطي للحكومة المصرية، نفط، يعني اسمع يا ذكي، يعني، لا هم أذكياء بالبوق، فيعني، الحكومة العراقية، رح تنطي، نفط، المن، المصر، للحكومة المصرية، ببدال شنو، ببدال ديون، اللي هي، على موض تقبل الحكومة المصرية، سووها أربعة مليار، هاي الأربعة مليار، رح تروح نفط، زين الأربعة مليار، من رح تروح نفط، يعني، أنا أخذت نفط من العراق، كحكومة مصرية، رح أبيعها للنفط، أو رح أصفي، أو رح أطلع من عند المواد، التفاصيل، رح تربح مصر، على موت بس جماعتنا دايبوغون، رح تربح مصر، ثمانية مليار دولار، قررت عينكم، قررت عينكم، تخيل أنت، أمطيني يرجع لي للفيديو القبل، تخيل أنت، أنه حاجة هادي، ما وقت ترجعوا؟ حاجة هادي وربعة، اللي يمشون هاي المسيرة، بس، بس هي شي، مع وزارة النقل، اللي مسيطر عليها، تمام؟ بدر، بس هي شي، بتوقيع، وإحنا رايحين للحسين، وشايلين كومة، شف ذنوب، تمام؟ بس بهاي، خسر العراق، ثمانية مليار دولار، تعرفون ثمانية مليار دولار، شا تسوي؟ تعرفون شا تسوي؟ تشتري نص الخطوط الجوية العراقية، ما للوطن العربي، ها، وبفضل هم ذولة، بفضل هم، الحمد الله والشكور، الخطوط الجوية العراقية، خسرانة، ومفلسة، وذاك اليوم الطيارين، مال الخطوط الجوية العراقية، سووا إضراب، لأنه، ما تكفيهم الرواتب، أو رواتب ما كوا، على مودة جماعة، شغل الفيديو من البداية، على مودة جماعة، ديريدون يرحون للبنان، شغل، من غير حسين، ما عندنا وسيلة، غير الحسين، ما عندنا وسيلة، ما عندنا وسيلة، ما عدا، عرفانيش، مع علاقة الحسين، بالخطوط الجوية العراقية، الحسين يقبل تخسرون العراق على مدة موقون تخسرون العراق 8 مليار دولار وغير حسين ما عدنا وسيلة لأنه صار نهوا يذنوا بعدنا رح نروح لأله شنقله